سلام عليكم تلميذ الأعزاء ليكن لدينا هذا جزء من النظام الآلي واش معنى هذا الجزء من النظام الآلي وهذا الجزء شاعت حكمت فيه رح يتحكم فيه متمن أشغولة إذا الاشغولة وشي هي متمن جزء من النظام وحصة المقبلة إن شاء الله سوف نتعلم طريقة رسم متمن الأشغولة علاها رجبنا هذه الأشغولة بحن نوصل له الهدف معين في هذا الدرس أحضرت هذا المتمن من أجل إشكالية حين خرجها إذن كما تلاحظون التلميذ الأعزاء 8 أشغولة عنده مرحلة ابتدائية 1-0 هذا هو الترقيم بتاعها تكون هذه الأشغولة متوقفة لكي تشتغل هذه الأشغولة يجب أولا أن تنشط الأشغولة رقم 1 من 8 إنتاج العادي ولا 8 تنسيق الأشغولات اللي شفنا الحصة قبل ماضية إذن بما أنه X1 منشطة X هنا 1 يسوي 1 ويجب أن تكون X104 منشطة أو X105 منشطة وهذا مراحل من 8 قيادة والتهية X104 تكون إذن تشغيل آلي و X105 طلب توقف نهاية الدور تلميذ الأعزاء مرحلة 10 منشطة و X1 منشطة وهذا شرق منشط ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 11 وتخمل 10 مرحلة 11 يوجد فيها فعل كأم 1 عند تنشط مرحلة 11 يتم تقديم شريط كارتوني عن طريق دوارا محرك أم 1 و عند وصول إلى طول المرحل CPU 1 ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 12 وتخم المرحلة 11 فيتوقف المحرك عند نشاط مرحلة 12 DAZ ما معنى دي آزايد ديستريبتور AZ ما معنى تخلو الساقة رفعة ما الذي يحدث؟ تخلو الساقة رفعة وتثبت شريط كارتوني و عند الضغط على A1 A1 محقق تنشط مرحلة 13 وتخمل مرحلة 12 نقطع التقديم على دي آزايد و نغذيه دي بي زايد و نغذيه كأم 2 إذن كأم 2 يتحكم في محرك أم 2 و محرك أم 2 يتحكم في شفرة القاطعة إذن في هذه الحالة مرحلة 13 ما الذي يحدث؟ يوجد فعلين فعل أول خلو الساقة رفعة و فعل الثاني دوران الشفرة القاطعة بهذا الشكل عند الضغط على B1 تنتهي العملية وبالتالي تنشط مرحلة 14 وتخمل مرحلة 13 مرحلة 14 يوجد فيها فعلين DA- و DB- و ما معنى تحديل التغذية العكسية رفعة ببهارجعها و ننضيل التغذية العكسية رفعة ببهارجعها و في ناس الوقت اقطعنا التغذية على المحرك معناتها هنا المحرك يتوقف إذا في مرحلة 14 عودة رفعتين مع بعض عند الضغط على A0 و B0 في آن واحد ما الذي يحدث؟ تنشط مرحلة 15 وتعطي الجواب لمتمن تنسق الأشغلات فتخمل الأشغل واحد وتنتهي الأشغل رقم واحد تلميذ الأعزاء هذا النظام قد يتعرض إلى الأخطار أو يتعرض إلى إشكاليات ما الذي يحدث هذه الإشكاليات؟ أولا يمكن أن يحدث مشكلة في المحرك آم اثنين ثانيا ممكن أن يحدث فرط في الحمولة في محرك آم واحد ثالثا يمكن أن يحدث حادث لشخص معين ويجب توقيف الاستجالي وتوقيف النظام إذن تلميذ الأعزاء في هذه الحالة هذه الأمور قد تحدث في مرحلة 11 أو مرحلة 12 أو مرحلة 13 أو مرحلة 14 أو مرحلة 15 إذن ما الذي يجب أن نفعله لكي يتوقف النظام؟ إذا حدث هذا الحادث في مرحلة 11 واذا لازم ننوقف النظام؟ واذا لازم نعاود نشط المرحلة؟ ابتدائها 10 قادر يحدث لهذا المشكل في مرحلة 12 لازم نديره فكرة أنه كيصر لي مشكل في هذا محرك الأول أو محرك الثاني أو توقيف استعجالي لازم تعاود تنشط مرحلة 10 إذن طريقة بسيطة جدا إذن وش نديره في هذه الحالة؟ إذن في مرحلة 11 وش نديره تعاقب أو ونرجعه لمرحلة لابتدائي بهذا الشكل وهنا نديره الاستقبالية وش هي الاستقبالية؟ إذن وش هي الأمور اللي قادر يدير الإشكاليات هي المحركات لا تزامنية على هذي كل محرك عنده مرحل فرط في الحمولة ونسميه AT ولا نسميه F ولا قد يسر لي مشكل يجي شخص يضغط على توقيف الاستعجال إذن وش هي الاستقبالية هذه؟ إذن كي يحدث لك خلال في المرحلة 11 وش هو السبب خلال؟ إما فرط في الحمولة في المحرك الأول أو فرط في الحمولة في المحرك الثاني أو مشكل أو حادثة في النظام الآلي يتطلب إلى توقيف الاستعجالي إذن وش هتكون الاستقبالية؟ إما توقيف الاستعجال لأري دير جونس أو يوجد فرط في الحمولة في محرك الأول أو يوجد فرط في الحمولة في محرك الثاني هذه الأمور رح تطلب توقيف النظام إذا كي مثلا مرحلة 11 يسر الخلال كيتحقق هذا الشرق رح تنشط مرحلة 10 ويتوقف النظام وهنا في الاستقبال يسي بي وش لازم نزيد لها؟ زيد لها في أري دير جونس زيد RT1 زيد RT2 كل من في وش معناته؟ لا يوجد خلال تلميذ الأعزاء مرحلة 12 وارد فيها الخطأ كذلك معناته لك أن يصار مشكلة في مرحلة 12 لازم ننوقف النظام إذن نزيد نعاود وندير تعاقب أو وندير استقبالية نفسها زيد RT1 زيد RT2 كذلك الخطأ وارد في مرحلة 13 إذن وش ندير تعاقب أو نروح المرحلة الابتدائية بهذا الشكل كذلك هذه الأخطار واردة في مرحلة 14 وش لازم نديره؟ لازم نديره هذه الاستقبالية وش معناته؟ كي يصر لي مشكلة في مرحلة 14 ويتحقق هذا الشر لازم ننشط المرحلة يبتدائي ويتوقف النظام كذلك راح تكون في مرحلة 15 إذن تلاميذ الأعزاء وش راكم تلاحظون؟ إذن وش راكم تلاحظون؟ أول حاجة تفرعات كثيرة تفرع الأول ثاني ثالثة رابع تخيلوا لو كان يكون عندي 8 في 100 مرحلة كده راح يكون عندي تفرع؟ نزيده 100 تفرع تخيلوا لو كان عندي 8 في 500 مرحلة كده راح نزيده؟ سنزيده 500 تفرع إذن تفرعات كثيرة أسلاك كثيرة نسبة الأرتياب كبيرة جدا كلما تزيد الأسلاك وتزيد الخطوط ستزيد نسبة الأرتياب استهلاك كابير للطاقة الكهربائية كلما تزيد الأسلاك ستزيد استهلاك للطاقة الكهربائية ثمن باحث جدا وآخر حاجة وأهم حاجة تزيد صعب جدا إذن تلاميذ الأعزاء في هذه الحالة كيف نحلو مشكلتنا؟ إذن تلاميذ الأعزاء وش هو الحل؟ وش نديره؟ لازم نخدم فكرة جديدة كي يسرى خلل أو توقيف استعجالي يتوقف النظام آلي دفعة واحدة بدون هذه التعقيدات بدون هذه الأسلاك بدون هذه التفرعات الإجابة بسيطة جدا واللي هي استخدام متمن الأمن وهو متمن بسيطة جدا إذن تلاميذ الأعزاء حصتنا 46 سوف تكون حول متمن جي اس بالتفصي غرف سادو سيكريتي وكما كنتلاحظوا إذا متمن يحتوي على مرحلتين أو ثلاث مرحل وش وظيفته؟ وظيفته إيقاف النظام آلي في حالة وجود خلل وفي هذه الحصة وش نحن نديره؟ نحن نديره تمارين شاملة كافية ووافية وبإذن الله المتمن راح يوليكما البسبوسة تلاميذ الأعزاء نذكركم بالحصة الخاصة بالمتمن في الحصة الماضية كاملنا 42-43-44-45 اليوم سنطلو 46 ونبقى نش بزاف وإن شاء الله كاملناهم في أقرب ووقت فاصل ثم نواصل تلاميذ الأعزاء لكي نفهم متمن الأمن أول حاجة نبدأ بها لازم نديره محاكات لازم ندير سيمناسي وكي تفهم كل شيء من له كل أسئلات وليه مباشرة نحن نديره بنسبة لك إذن كما كنتم تلاحظوا هذا النظام الآلي لدرسناه في الحصة الماضية وجزائنا لست أشغولات وخدمنا له متمن تساغ الأشغولات ومن بعد خدمنا له متمن قيادة والتهيئة اليوم مش هنخدمون ونطلونا متمن الأمن ونشوف السيمناسي وكيف يدخل متمن أمن في حالة وجود خلال كيفية تصرف في حالة غياب الخلال كيفية تصرف ركزوا معي منه إذن أول حاجة جبنا متمن قيادة والتهيئة لدرسناه في الحصة الماضية ثاني حاجة هنجيبه الأشغولات كام هذه 6 أشغولات الحصة المقبلة هنجيبه نجيبهم المثمن الأمن كما تلاحظوا هذا المثمن الأمن في مرحله ترقيم بتاعهم بش يبدأ متين ومتين واحد وين تلقى ترقيم متين ومتين واحد ومتين وثنين ومتين وثلاثة عادة هذه الأرقام الوشهر المثمن الأمن وين تلقew ترقيم ١٠١٪ jedem ومتين وثلاثة عادة هنا levasi的人 والمثمن الأمنم وين تلق آمناتariỉ هذا المراحل الخاصة بالمتمان قيادة توصية. وانت ان تلقوا ترقين مثلاً في ارقمين. قدمتمان الامن بداء وثثمية وثمية واحدة ثلاثة وثنين واكيد ترقينها في التعمل الساعة ان شاء الله. اخر ادتنا مثلاً اضراح مربع مزدوجة نسميها مرحلة التوقف حال طرح. اذا اذا ما تمل ان في مرحلة مرحلة التوقف ومتين واحد واش راح تكون عكس تحتها مرحلة التشغيل. معتا النظام هو يشتغل في ظروف طبيعية. سؤال مطروح. كنشوف اكس ميتين وكتا تنشط اكس ميتين. اجما ركزهم عيمنه. اكس ميتين وكتا تنشط. لازم اكس ميتين واحد منشط معتا النظام يمشي عادي. ويتحقق هذا الشرط مكتب في اثي واحد او او زيت معناتها او زيت اثين يسترى او اذا حدث فرط في الحمولة في محرك الوود او اذا حدث فرط في الحمولة في محرك الاثنين او توقيف استعجاد وكان ينشط واحد منهم وش هاي ساتح تنشط مرحلة ميتين وتخمل ميتين وواحد. وكي تنشط مرحلة ميتين اجمع وش هو الافعال اللي موجودة فيها به قبل من دلخوصي من متمن قيادة والتهية. واش ترغم له؟ نشط له مرحلة 100. واش معتها؟ كنت نشط له مرحلة 100. 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107. واش عايش تصنلهم؟ يتخام له. اذا هنا واش وقفنا؟ ووقفنا متمن قيادة والتهية. هذا الفعل الاول في حالة وجود خل. وبالفعل الثاني F slash JPN. F شمعتها? F slash JPN متمن إنتاج العادي. متمن إنتاج العادي كده فيه اشغلة فيه ستة اشغلات. معاندها كل اشغلة نشط لها مرحلة ابتدائية وخملها باقي المرحل. كما اشغلها لول صغري بعدها هي 10 معاندها نشط لها 10 وخملها hits. شوفنا ما هذا يصり달�ها. تتوقف شغلة واحد. زيد. عشرين. لشي معاندها? نشط مرحلة عشرين معاندها نشط مرحلة ابتدائية. عشرين من اشغلة اثنين. وخمل واحد اثنين وعشرين مغاندها توقف شغلة ثنين. بنفس الطريقةена. ثلاثين وتخمل اشغلة هذه تحل. بدрачة طريقة تنشط ربعين. تخمل واحدة وعشرين حتى ثمانية وربعين. بنفس الطرقة خمسين نشط مرحلة ابتدائية خمسين. واتخمل واحد في و وخمسة وثلاثة وخمسة. واخر حاجة هي نشط لي مرحلة ستين من اشغولة ستة. وخما لي واحد ستين واثنين ستين. اذا مش راح يشطر في هذه الحالة. راح يتوقف في الاشغولة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. ونظام اهلي كامل يتوقف. اذا كي تحت الثخالات. تنشط مرحلة ابتدائية ميتين. مرحلة ميتين راح تملي امرين. امر هو الخاص بالمن من قيدة والتهيئة. وامر الثاني خاص من من انتاج عادي لكل اشغلاته. مع انها يوقف كل شي ونظام يصبح متوقف. اذا السؤال مرحلة وقتها عادي يشتغل النظام لازم تنشط ميتين واحد. لكي يشتغل النظام وش لازم نقي هذه الاستقبالية نعكسها? اذا اي تي واحد بارو اش معانتها معانتها لا يوجد خلف المحرك الول في. وش معانتها هواء ولا تعكس هذا. ولا يوجد فرط في الحمولة في المحرك الثاني ولا يوجد توقف الاستعجالي مع ضغط على اعادة تسليح للمرحلات الحرارية. معانتها الاستقبالية هي عكس الاستقبالي هذا. اذا ميتين اجمع وش سمينا? سبب مرحلة توقف في سبب وجود خلل. وميتين واحدة سميوها تشغيل طبيعي ولا تشغيل العادي. تشغيل عادي وقتها يمشي لازم لا يوجد خلل. واذا حدث خلف احد محركيات او توقف الاستعجال يحتوش ميتين. هيا التلاميذي الاعيزان دير السيميلاسيو. اذا في الحالة الابتدائية ، اوشغلنا اي مرحلة ابتدائية تكون منشطة في حال ترحه. يعني اذا اشغلت كامل كل مرحلة ابتدائت Station تكون منشطة. وفي نفس الوقت باي كون نظام ويبشي عادي لازم من رج memorable بعد كون منشطة. لو كانت تعدكاتي لوجد من رجل ميتين منشطة مع تنظام не蓋 ECON افان انه انه ان نظاما به مشكلة. في خلل يهي خلل في R T واحد ولا RT اوس controlled HAM T و فقط توقيف الاستعجال. في نفس الوقت يكون مرحلة ابتدائية هذه منشطة وهذا يتشغيل آله. هيا التلاميذ الأعزاء. كي يجي تشغيل آله. تبدأ أشغاله واحد. كما كنت لحظه أشغاله واحد. من بعدها في حصة الماضية عرفنا أشغاله 2 و 1 و 4 و 5 يمشوا في آنين واحد. أشغاله التقديم والملأ والغلق والإخلاق. كما كنت لحظه. 1 و 2 و 3 و 5. وبعدها يخلص وتعيب أشغاله 6. ما زالت ماشي. 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 أشغاله 6. هنا راح تبدأ أشغاله 6. رقزه معي مليح. تنشط أشغاله 6. يمشي بصد. تلاميذ الأعزاء. وشاكم تلاحظوا. هنا نظام آلي دار دورة واحدة. مع أنها المتمن إنتاج العادي دار دورة واحدة. مع تهوش يصال وزيد عاود يتكارب بهذا الشيء. رقزه معي مليح. مع تهوش يتعاود تنشي. أشغاله 1. هاي مرحلة 1. ندوره. بعدها أشغاله 2 و 3 و 4 و 5. نشوفي 2 و 1. أشغاله تقديم الدلاء. أشغاله المل. أشغاله الغلق. أشغاله 4 و 3 و 2. حتى أن يكملوا. تلاميذ الأعزاء. وشراكم تلاحظوا. تلاميذ الأعزاء. وش لاحظتوا. لاحظتوا باللي إصرع لي مشكل في المحارك M2. وش معناتها؟ كيف تصار في المتمن الأمن؟ كانت من قبل ميتين واحد مناشطة. بعدها وش معناتها محارك RT2 تسوي واحد. معناتها تسوي واحد منطقي. X2001 مناشطة و RT2 مناشطة. وش عيصة؟ تنشط X200. وكي تنشط مرحلة X200. كده فيها فعل. فيها فعلين. إذن فعل أول وش هو F slash GC. وش معناتها؟ أرغم لي ماتمن قيادة وتهية ونشط لمرحلة 100. إذن وش يصارك؟ تنشط مرحلة 100 وهذا وكامل ما يصارهم يتخاملون. إذن ماتمن قيادة وتهية وش يصارهم؟ توقف. بعدها كين فعل الثاني وش هو F slash GB. وش معناتها 4 CD. ماتمن إنتاج العادي. ماتمن إنتاج العادي إذا كده في أشغالة فيه ست أشغالات. كل أشغالة نشط لها مرحلة. نبدأ عشر وش معتها؟ نشط للمحلة عشر وخمان لباقي المرحل. من بعدها نشط لعشرين وخمان لباقي المرحل. ومن بعدها نشط لثلاثين وخمان لباقي المرحل. من بعدها نشط لخمسين وخمان لباقي المرحل. من بعدها نشط لستين وخمان لباقي المرحل. ومن بعدها نشط لربعين وخمان لباقي المرحل. إذن وش راكم تلاحظوا النظام الآري راهو متوقف. شوفوا المناولة هيكلية راهو كل شي متوقف. لماذا؟ بسبب وجود خلال في المحرك AM2 إذا سؤال مطروح كيف نتصرفه كي يسرنا الخلال وش لازمنا؟ لازمنا نجيبه التقنية هذا التقنية وش يعالجه؟ يعالج المشكلة للمحرك AM2 بمجرد أنه يعالجه شحي سراء ركزه معامل لازم تنشط 200 واحد إذا سؤال مطروح متى تنشط 200 واحد اللي هو التشغيل طبيعي لازم أعطي واحد بار لا يوجد أي حاجة نفي معناتها لا يوجد لا يوجد فرط في المحمولة في المحرك الأول ولا يوجد فرط في المحمولة في المحرك الثاني ولا يوجد توقف استعجالي والضغط على إعادة تسليحه كما كنت لاحظكم المحرك AM2 لا يوجد موجود فيه خلال معناتها R2 غير محققة وتساوي الصيف سيوم الجهurat لازم هذه تساوي واحد ومعناتها بما تخلصه من فرط في الحمولة إذا لا يوجد تحدث من فرط في الحمولة بعدما تخلصنا فرط في المحمولة ما الشไ 해주etzt لا يوجد فرط في الحمولة في المحرك الأول ولا يوجد في محرك الثاني ولا يوجد توقف استعجالي وأردنا ذاقتنا على زر إعادة السلح والشخصة ستنشط مرحلة 211 وتخمل 200 بما أنه نشطة مرحلة 211 هي مرحلة التشغيل العادي نعاود ونشغل نظام بطريقة سابقة إذا كما كنت لاحظوا مرحلة إبتدائية كامل منشطة ومرحلة إبتدائية متما قيدة وتهيئة منشطة إذا كيف نشغل النظام؟ نجيب قيمة طرح تحكم ومن بعدها ننشغل النظام ننشغل مرحلة 105 ما يجب أن ننشغل؟ نضغط على إينية 211 ومن بعدها يتحقق كونديسيو إيني ساعة 1202 ومن بعدها المبادلة ننشغلها في المارش ومبادلة القيادة ننشغلها في أورتو وتنشغل 103 ومن بعدها يتهيئ متمن إنتاج العادي ومن بعدها ننشغل أعمال تحضيرية ومن بعدها تنشغل 150 يعود دور النظام إذا هذا هو السيميلاسيو تعلمت من الأمن إن شاء الله وصلتكم فكرة إذا ما هو وظيفة المتمن الأمن؟ في حالة وجود خلال وشيدين ينشغل كل مراحل إبتدائي لكل متامن ويخامل باقي المراحل ويبقى سير المفعول إلى غاية سواء الخلال مجرد زوال خلال 1121 احتمت أوتوريزاسيو المتمن قيادة والتهيئة ومن بعدها يخدموا إذا التلميذي العزيز ما هو وظيفة المتمن الأمن؟ حينك هو المتمن الأمن وشير مزوله جي أس غرف سيدو سيكيريتي إذا وظيفته تأمين النظام وشمعتها يؤمن النظام وشمعتها يؤمن النظام عن طريق إيقاف النظام المحركات مع تديمة نحتاجه في مراحلات الحرارية أو توقيف الاستعجال عن طريق الريدرجانس ومن بعدها وتشغيله في حالة العكسية وشمعتها يشغل النظام في الحالة العكسية وشمعتها في الحالة العكسية لا يوجد خلل في المحركات ولا يوجد توقيف الاستعجال إذا التلميذي الأعزمة ما تمنى قلتكم عادة ينزلوا بترقيم 200 ممكن يعطيكم زوج مراحل كما هنا X20 هي مرحلة توقف لتلقوا فيها فرصاج هي مراحل توقف بسبب وجود خلل إذا مرحلة ميتين وش فيها؟ فيها XGC 100 فيها XGP 1020 30 كما هنا نظام الآلي تأكد فيه ثث أشغالات لماذا؟ لأنه في 10 و20 و30 إذا مرحلة ميتين هي مرحلة توقيف النظام عن طريق إرغام متمن قيدة والتهيئة وتنشيط مرحلة ميتين وعن طريق إرغام متمن إنتاج العادي وتنشيط 10 و20 و30 وتخميل باقي المراحل متمن قيدة والتهيئة ومتمن إنتاج العادي ويبقى هذا المفعول سيري إلى غاية زوال خلال وش معنا لازم يتحقق هذا الشرق لازم لا يوجد خلال وميتين وواحد وش نسميها؟ نسميها تشغيل طبيعي ولا تشغيل عادي كي تنشيط ميتين وواحد نظام مراه ومشي عادي تنشيط ميتين وواحد نظام مراه متوقف ميتين وواحد وكترها تنشيط تجمع لا يوجد خلال على هذه وشنا نقوله؟ نقوله أتي واحد زيد أتي ثني زيد أريد رجوس واشترنا لها كامل انفيناها كامل انفيناها وطبقنا نظام مراه وشوال لها أتي واحد في أتي ثنين بار في أريد رجوس بار في ريار مامو إعادة التسليح ومراه مرحلة ميتين وكتر تنصد إذا كي نخلف أحد المحاركات أو توقف الأسجل ممكن متمن الأمن نقسمه ثف مراهل وشو نديره؟ هذا الأفصلة جي سي مية وأفصلة جي بية نقوم ننفصل لهم ونديرهم مرحلة ميتين وميتين وواحد إذا إكس ميتين وشفيها أفصلة جي سي مية وبعدها كي تدرون شرط إكس مية إكس ميتين وواحدة نديره أفصلة جي بية عشر عشر عشرين وبعدها هنا ميتين واثنين هي مرحلة التشغيل عادي إذا هنا وش ولت عندنا مرحلة التشغيل عادي هي ميتين واثنين إذا هنا وش هي مرحلة التشغيل عادي هي ميتين وواحد وهذا مراحل التوقف بسبب وجود الخلال ممكن متمن نعم نخدمه بهذا الشكل. وش نديره؟ نديره التكرار. عليها جمعا نديره ثلاث مراحل. السبب الأساسي هو هو تخلص من الاستحالة التكنولوجية. كما هذا المتمن اللي في مرحلتين. لو كنجي نطبقه في تكنولوجيا الكهربائية والهوائية. كينا واحد الفكرة لنزول ننصلوش لها. وش نقولو? ميتين واحد. لو كنسئلكم سؤال ميتين واحد يكون ينشطها. نشطها ميتين قبلية. وميتين واحد يكون يخملها. احد تقول لي يتخملها ميتين. وش راكم تلاحظ ميتين واحد يتنشطها نفس المرحلة واتخملها نفس المرحلة هذي ي سم��세요 استيحالة تكنولوجيا في التكنولوجيا المربوطة لو كنجي نجستغا بتكنولوجيا الهوائية. والله تكنولوجيا الكهربائي معاقيبة الكهربائي والهوائي واحد لا نقدمش نجسدها. عليها هذي وش لازم ننجده؟ لازم نزيده مرحلة اضافية. يخدم مس امت بالثلاث مراحل باك يجي طبقه بتكنولوجيا الكهربية والهوائية ما نصرى لهمش الاستحالة التكنولوجية. هيا التلاميذي الاعزاء بهنفهم امليح امليح اجبتكم امثلة شاملة كافية وافية. اذا المثال الاول كما كم تلاحظوا اجبتكم جدول اختيار التكنولوجيا وعطيتكم متمن تنسيق الاشعالات وعطيتكم متمن قيادة او التهياء جي سي وعطيتكم متمن بمرحلتين. السؤال الاول اشارح متمن الامجي اس سؤال الثنين فسر الاوامر التالية اف سلا جي سي مية اف سلا جي سي عشرة عشرة ثلاثة ثلاثة ربعين خمسين واحد هذه شفنا في الحصة الماضية متمن قيادة او التهياء. والسؤال ثلاثة ما هي السلبية الموجودة في متمن جي اس وش هي السلبية اللي موجودة في هذا المتمن لي يكون مخدم بمرحلتين. هيا نبدأ نجابه. تلاميذ الاعزاء سؤال واحد اشارح متمن الامجي اس. اذا هذا المتمن في مرحلتين. مرحلة هذه مربع مزدود. مرحلة توقف بسبب الخلل. ها مرحلة مكتر تنشط. بسبب خلل فرط الحمولة في المحرك الاول او محرك الثاني او توقيف الاستعجال. ومتين اللي اعطيتها لكم بلول اخضر. وش معانتها مرحلة تشغيل عادي ولا تشغيل الطبيع معانتها تنشط ميتين واحد نظام هراه يمشي عادي. اذا هيا تلاميذ الاعزاء نكتبه. عند حدوث خلل في احد المحركات ام واحد. ما كنت يددكتي ام واحد هو اي تي واحد. ام واحد عندهم مرحل حرارة اي تي واحد. او ام اثنين. وش هو المرحل حرارة التاعه هو اي تي اثنين. او توقف الاستعجال يتم توقف النظام عن طريق تنشط مرحلة ميتين. كتنشط مرحلة ميتين وش حدين. التي تؤدي الى تنشط كل مرحل ابتدائي لكل متامن. تنشط مرحلة مية من متامن قيدة وتهيئة ويتوقف باقي المرحل تاعه. وتنشط عشرة وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين من متامن انتج العادي. هنا تأكدوا متامن انتج العادي جدا فيه اشغلاء فيه خمسة اشغلات. وتخميه كل مرحل المتبقية. هذا بنسبة ليش؟ بنسبة لكي سميتين. وهذا الامر جمعه يبقى 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 الى غاية زوال خلل. لو كلم يزوش خلل ميرحش هذا الامر. روح لي بعدها عندها زوال خلل. ها على هذا ماذا قل فيها. كنتم فيها وش تولي؟ تولي هاد. تولي ات واحد بار ات ات اثنين بار ات اثنين بار ات ثلاثة بار ات درجة بار وريار مامو اعادة تسليح. عند زوال خلل في كل محركات وابطال توقيف الاستعجالي مع تشغيل زر اعادة تسليح لكل مراحلات. وش ها يصرى؟ تنشط مرحلة ميتين واحد والتي تعطي اذن تشغيل عادي لكل متامن. كان واحدا يسأني وش معتها ريار مامو. درسته في السنة الثانية اي مراحل حراري. لو كان يصرى مشكل الفرط في الحملة محركة عادي تفتحوا الشفارات. هذوك شفارات بها رجعهم لازمنا نضغط على اعزر اعادة التسليح. كما في داركم دي جونكتور. لو كان يسرى مشكل في داركم دي جونكتور هذك يهبط. دي جونكتور هذك لازم حتى نطلعون تلك. لو كما طلعوا شيء قديمة دارة مفتوحة. هذك سموه اعزر اعادة التسليح. هيروح لي بعدها تلميذي الاعزاء. سؤال الثنين. فسر اوامي التالية. اف سلاش جي سي مية واف سلاش جي ب ميتها. ميتها امر ا رغام. اف ميتها وصصاة. صادر من واشstoppable أمتصال. صادر من هذا المتمن ي هو ميتة من أم有沒有ørود. الى c. وما يعني اب했어 ان int Richard G7 his poulonnaь. متمن قيادة والتهي askedö C. وذلك متنشيط ماذا بتنشيط مرحلة ابتدائية 100 وتخميل باقي المرحل. 101 two three three on the clinician. المرحل الموجودة في المتمن قنيدة والتهياء وتخميل باقي مراحله ويبقى هذا الامر هذه مهمة جدا التهي Sciences. ويبقى هذا الامر سير المفعول الى غاية زوة الخلل. لو كان ما زود الق خلل لكان ما ما تتخنبلش مرحلة اكس ماتين رحولي بعدها اف سلاس جي بيان من عشرة حتى الخمسين اذا هذا وشي هي امر ارغام معنتها اف فرصاج صادر من واش صادر من متمن امن جي اس الى الى جي بيان وش معنتها الى متمن انتاج العادي جي بيان وذلك بتنشط كل مراحل ابتدائي لكل اشغولات عشرة 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 ثلاثة عربعين خمسين وتخميل باقي المراحل ويبقى هذا الامر سير مفعول الى غاية زوال الخلل رحولي بعدها اف سلاس جي بيان واحد هذا الامر القيناه في متمن قيادة والتهيئة ودرسنا حصة ماضية اذا امر تهيئة اي معنتها انيسياليزاسي امر تهيئة صادر من متمن قيادة والتهيئة جي سي الى الى واس سلاس جي بيان معنتها الى متمن انتاج العادي جي بيان وذلك بتهيئة اشغولة رقم واحد ويزول هذا الامر بمجرد تنفيذ عكس المتمن الامن متمن الامن لو كان يصر الخلل يبقى ديما اكس بيتين مناشطة ومتخميلش حتى يزول خلل اما في المتمن قيادة والتهيئة بمجرد اتنشط اشغولة واحد هذا الامر يزول بمجرد التنفيذ هذا بنسبة السؤال رقم اثنين سؤال رقم ثلاثة ما هي السلبية الموجودة في المتمن الامن الذي يحتوي على مرحلتين اذا يحتوي هذا المتمن على استحالة تكنولوجيا في التكنولوجيا المربوطة سواء تكنولوجيا الهوائية ولا كهربائية لو كان يقولك جسد هذا المتمن في التكنولوجيا المربوطة والهوائية حانجزده بالمعاقبات الكهربائية والهوائية في المعاقبات الكهربائية والهوائية كأنا واحد ل PRES, الأنجنبوها لازم مرحلة ما تنشطهاش نفس المرحلة متخملهاش نفس المرحلة إذن لازمنا جنبوا مشكل انو مرحلة مثلاj متين واحد لازم نخلوهاش ناشطهاj متين متخملهاش متين هاذي تولي استحالة تكنولوجيا لذا تلميذ الاعزاء. وشهو الحل. الحال اضافة مرحلة اخرى تنهي الاستحالة تكنولوجية. وش معنى تتلاميذ الاعزاء ركزوا معا يملح. ميتين واحد. لو كان نسئلكم ميتين واحد يكون تنشطها مرحلة السابقة هي ميتين. وميتين واحد يكون يخملها. تخملها مرحلة بعديا ميتين. وشانا نلاحظه تنشيط وتخميل كيف كيف. وهذه تولي استحالة تكنولوجية. اذا مش لازم نديره. نمسح هذا الخط ونزيده مرحلة اضافية نسميه ميتين واثنين. وهنا نديره قابل يسميه تساوي واحد محاقة قادمة. ونربطه بهذا الشكل. وكان نسئلكم ميتين واحد يكون ينشطها مرحلة السابقة هي ميتين. ميتين واحد يكون يخملها مرحلة بعديا ميتين واثنين. وهنا تخلصنا من استحالة تكنولوجيا. والاستحالة تكنولوجيا موجودة غير في التكنولوجيا المربوطة. يا هوائية يا كهربائية. وهنا تلاميذ الاعزاء كمننا مثال الرقم الثنين. تلاميذ الاعزاء كما تلاحظون في مثال الرقم الثنين اعطى لنا جدوى الاختيار التكنولوجيا. متمن جي بيان واحد ومتمن جي بيان ثنين معنا عندنا زوج متامن انتاج عادي. ومتمن قيادة والتهيئة جي سي ومتمن الامن جي اس. واش طلب منا؟ طلب منا اكمال متمن الامن جي اس. تلميذ العزيز كفاء تصرف. احسن طريقة احسن طريقة بتكمل بها متمن الامن. لازم تبحث على مرحلة تشغيل عادي. كما كم تلاحظوا هذه مرحلة X200 فيها انتاج فرصاج فرصاج فرصاج. فرصاج. إذا هذه ما سمهامها مرحلة توقف بسبب وجود خلل الى مرحلة تحتوي على الرغامات. اما متين واحد ستكون فرغة اللي هي مرحلة تشغيل العادي. اذا اهم حاجة اهم حاجة. اذا هذه المرحلة هي مرحلة توقف بسبب خلال. وموتين واحد اللونت لكم بلون الأخضر مرحلة تشغيل عادي والله انتاج العادي. بعدها تلميذ العزيز بعدما ألقيت هذه مرحلة اللي هي تشغيل عادي. ابحث على الاستقبالية. واشبعدها لا يوجد خلال. واستقبالية اللي يأتي اسفلها يوجد الخلال. اذا مش نديروا في هذه الحالة? وروح سنحوص على المراحلات الحرارية في الجدول اختيار. كما تلاحظون هنا في جدول اختيار الحماية والأمن لديك مراحل حراري. يوجد مراحل الحرارية RT1. RT2. RT3. Khan principale نحوص على المراحلةك في مراحل الكثير منNtw. 1. لايوجد خلل. مامتב؟ لايوجد فراعة للحمولة في المحركة الأول مميطة AT1 با و ممتار في качества . ولا يوجد فارد في الحمولة ولاق겨 edge أو المنفية في المحرك الثاني. ولا يوجد في المحرك الثالث. ولا لا يوجد توقيف الاستقبال لأري درجانس والضغط على زر إعادة سليح ريار مومو إذن ما هي الاستقبالية هنا؟ إذن نكتبه مع بعض الاستقبالية AT1BAR في AT2BAR2 في AT3BAR3 في أري درجانس في ريار مومو وهذا يجب أن يكون كامل منفي وما يعني لا يوجد لا يوجد لا يوجد والجدد ما يعني هو يجب أن يتحقق هذا الكورو أمور باتنشط مئتين وواحد والاستقبالية التي تأتي مرحلة التشغيل العادية تكون عكس هذه وما يعني معناتها؟ ما يعني معناتها؟ AT1ZRT2ZR3ZR درجانس في هذا الشكل لماذا؟ لماذا؟ تعد AT1ZRT2ZRT3 لو كان يحدث فرط الحمرة في محارك واحد فقط ومئتين واحد مناشطة تنشط مئتين ويتوقف النظام إذن تلميذي العزيز ديما أبحث على مرحلة التشغيل عادي فوقها وش دير لا يوجد خلل وتحت وش يؤيد دير يوجد خلل أوكي بعد ما كملنا هذا وكل شيء ولا سهل من بعد ما شبقنا بقنا مرحلة مئتين مرحلة ميتين فيها فعل فيها ثث أفعل معناتها فرصة الأول وفرصة الثانية وفرصة الثالثة ليه فيها ثث أفعل لماذا؟ لأنه عندنا ثث متى من أساسي عندنا متمن جي سي لازمنا نوقفه ومتمن جي بي اللي فيها ربع أشغالات لازمنا نوقفه ومتمن إنتاج العادي لازمنا نوقفه إذن كده لازم يكون عندي أمر ثث أوامر إذا نبدأ بالأمر الأول نبدأ بالمتمن قيادة والتهية كما تلاحظوا متمن قيادة والتهية مرحلة ابتديتها وش اسمها أمية إذن هنا وش تكتب F-GC-100 وش معناتها؟ أرغم المرحلة المئة على الترشيط وخم الباقي المرحلة في المتمن قيادة والتهية إذن تلميذي العزيز نروحه للفعل الثاني اللي راح نرغمه المتمن إنتاج العادي رقم واحد قبل ما نحوسه على الأمر هذا لازم نحوسه على الأشغالات إذن أشغالات ديما نرزولها مربع وفي خطين متوازين إذا كم هذا المتمن قدر وفتح طبيعة بدأت شماحة جدية جي بيان واحد عشرة اشتري3240 هنا كمن مفيات من انتاج العادي واحد ورح المفيات من انتاج العادة وشي المرحلة ابتدئة للتاعدي هو خمسة اذا اوش نكتب افسر جي بيان ثنين خمسة نكتبوها بهذا الشكل اذا مرحلة خمسة اذا نكتب اثنين وشي المرحلة الابتدائي لها خمسة وهنا كمن مفستى الرقم اذا اسئلة متمن امن هي اسئلة بسيطة جدا. تلميذي العزيز هذا المتمن الامد جي اس اللي في مرحلتين نقدر نقسمه عدة مراحل عادي. آآ نقدر نقلبه ثلاث مراحل اربعة الى اخرى كما كنت تلاحظوا هنا ايه افصلات جي سي افصلات جي بيان واحد افصلات جي بيان اثنين جدا كان مرحلة ثلاثة نقدر ندير كل مرحلة فيها فعل واحد بكل بساطة. اذا كيف نديرو? اذا متين خلو فيها افصلات جي سي مية. وشي الاستقبل نجب نكتبه ihrs 100. كيتحقق 여러분들 تنشط ان تمام reminded اه ميتين واحد. متين واحد نديرو فيها فعله ثان الشي وابس لازجي بيان واحد من عشرة اشين ثلاثن حتيان اربعين كيتحقق الشرط يتنشطوا اكس عشرة تلاثن اخرى شرط المرحلة اكس متين واثنين ما يبدو ان PLAY اكس متين واثنين وش نديرو فيها؟ افصلات جي بيان ثنين خمسة بهذا الشير ومتين وثلاثة هي نفسها مرتين واحد هي مرحلة تشغيل عادي كما شفنا ات واحد في ات اثنين في ات ثلاثة في اري درجانس من في فريير مومو والقابلية تعودوا دخلات ات واحد زيد ات اثنين زيد ات ثلاثة زيد اري درجانس وهنا يجمع اوش زدنا زدنا في اكس خمسة لماذا كتونجرد اكس مرتين واثنين اشتراجي بيا ثنين خمسة مرحلة الخمسة نشطة لازم نديرها كاستقبالية اذا هذا المتمن مرحلتين نقدر نقلبه باربع مرحل عادي وحتى الترقيم نقدر نغيره ندير ثلاثة مية اربعمية على حساب الصانع كيف هي رقمه ومتين وثلاثة تلاميذ الاعزاء هي مرحلة تشغيل عادي ولا مرحلة تشغيل الطبيعي وهذا هو بنسبة لمثال الرقم الثنين مثال بسيط جدا روحوا المثال الرقم الثلاثة كما تلاحظوا عطاكم شدوى الاختيارات اعطاكم متمن جي اس اعطاكم متمن جي بي ان وعطاكم متمن جيسي واش طلب منكم اكمل متمن الامن جي اس كما تلاحظوا متمن مرقم من ميتين حتين ميتين وثلاثة بنفس الطريقة تلماد العازيز ابحث عن مرحلة تشغيل العادي اذا مش راكم تلاحظوا اذا هذا مرحلة ابتدائي مرحلة توقف 201- م مكتوب عدي لتشغيل عادل لنظام اهلي اذا مرحلة تشغيل عادلية 200- واحد اذا نبدأ واذا نجيبه استقبالية الاولى واستقبالية ثانية استقبالية الاولى لا يوجد الخلل واستقبالية ثانية يوجد الخلل اذا ماذا نحوصه في الجدول اختيار التكنولوجيا ونحوصه على المرحلة الحرارية ونحوصه على المحركات لا تزامنية ونحصيها اذا كما كنت لاحظوا هنا Oh! C MaybeM1 لا تزامن يجب مرحل الحراري للحماية وM² محرك مرحل حراري للحماية مرحلة حراري للمحركات لا تزامن خلال تشغيل عادلсь لانها استقال الصالح ،التخف هنا بكل بسط نكتبه RT1 لا يوجد خلف المحرك الأول و RT2 بار لا يوجد فرط في الحمولة في المحرك الثاني و RT2 بار لا يوجد توقيف استعجالي مع تفعيل زر إعادة التسليح وهنا تحت المرحلة تشغيل العادي للنظام ديره العكس انتاحها RT1 بار وش هو العكس انتاحها هي RT1 والجودة وش هو العكس انتاحها هو زيد إذا وش تولي تولي بهذا الشكل RT1 زيد RT2 زيد RT2 زيد RT2 عطوص تقول لي ريار مومو بار لا لا هذه اللي يرممون يحتاجوها في عادة التسليح فقط هنا التنميذ الأعزاء كاملنا أهم حاجة من بعدها رحوا لبعدها لبعدها ش طلب منها طلب منها استقبلية تحت 102 و 2 واستقبلية تحت 103 سهلة هاي رح يشوف مع بعض إذا كما كنت تلاحظوا 102 فيها F-GC 100 وش معناتها كيتحقق هذا الشر ينشط لي X100 كيتحقق X100 إذن هذه هي الاستقبل وش نكتبه X100 محققة راني راني نشط لك مرحلة 100 من بعدها 103 جمعة بما أنه متمن الأمن وش لازم يدير؟ لازم يوقف متمن قيادة والتاهيئة ولازم يوقف متمن إنتاج العادي إذن 200 و 3 رح يكون فيها رح يكون فيها F-GP هاي رح نحوصو على الأشغولات إذن في المتمن إنتاج العادي كما كنت لاحظوا عندي هذه أشغولة 1 أشغولة 2 أشغولة 3 أشغولة 4 أشغولة 5 إذن الأمر هنا وش نكتبه؟ نكتبه F-GP من العشرة حتى الخمسين بس كنت عندي خمس أشغولات إذا رح نقوله فورسي جيبيان وهي لمرحلة يبتد من أشغولة 10 10 ومرحلة يبتد من أشغولة 22 إلى غاية آخر أشغولة اللي هي خمسة اللي هي مرحلة يبتدتها 50 والاستقبالية هذه وش معنتها؟ تمت عملية التهيئة وش معنتها؟ معنتها X10 مهيئة وX20 مهيئة وX30 مهيئة وX40 مهيئة وX50 مهيئة كي تنشرط X20 و 3 وهذا الشرط المحقق رح تنشرط X20 وهنا النظام رح يتوقف ونظام ما يمشيش حتى نزول خالة باتو شرط 20 و 1 هذا بنسبة المثال رقم 3 رحوا المثال رقم 4 كما كم تلاحظوا السؤال أكمل متمن الأمن جي أسعلم أن هذا النظام يحتوي على محرك لا تزامني و 1 موصل بمراحل حراري يسمى لي F وكما كم تلاحظوا هنا يعطى لي متمن G C وعطى لي متمن G E إذن وش رحكم تلاحظوا متمن قيادة تهيئة قسموني قسمين القسم الأول G C ومارحلة ابتدأتها و 100 رقز معهم ليح 100 وجي هي متمن تهيئة ومارحلة ابتدأتها حواشية إكسة 200 ومتمن الأمن هنا جمعا وكيف أعطاهنا مرقم من 300 و 301 و 302 ومتمن إنتاج العادي كما كم تلاحظوا من صفر إلى غاية 5 إذن هيا تلاميذ الأعزاء رحون نبحثه إذن أعطى لي في المتمن الأمن مرقم من 300 و 302 رحون نحوسه على الإنتاج العادي ولا تشغيل العادي كما كم تلاحظوا في 300 مكتوبة ومشايرة ضوئية حمراء معتها نظام التوقف و 300 واحدة ومشايرة ضوئية خذرة معتها إنتاج العادي إذن 300 يسميها مرحلة توقف و 100 واحدة اللي نحتاجها بزه اللي هي تشغيل العادي إذن هيا وش نكتبه نكتبه تشغيل عادي بعد ما عرفت بلي 300 واحدة هي تشغيل عادي رحون نجوب الإستقبالي هنا لا يوجد خلل فأسفل تحي يوجد خلال من بعدها في المرحلة تعطى لي مرحلة يسمى F إذن كين مرحلة حرارة كين مرحلة واحد إذن تلاميذ الأعزاء هنا ما نكتبه وش أرتي هنا نكتبه F سؤال ما تروح 300 واحدة وكتبه تنشط لا يوجد خلال وش معناتها F بار لا يوجد خلال ولا يوجد توقيف استعجري مع ريار مومو إعادة التسليح من بعدها أسفل 300 واحد يوجد خلال بعد تنشط 300 واحد إذا نكتبه F أو توقيف الاستعجري بعدما كملت هذا ونروح رحو 300 واحد إذا 300 واحد جدا فيها أمر إرغام فيها ثأوامر لماذا؟ لأنه عندي متمن Gc لازم ينوقفه وعندي متمن Gc لازم يوقفه وعندي متمن إنتاج العادي لازم يوقفه لهذه عندنا ثأوامر تعل الإرغام إذا نكتبه مع بعض إذا نبدأ أول حاجة نبدأ بGc إذا جي سي وش المرحلة إبتداء تاوه هي مية إذا نكتبه F فرصاج جي سي مئة وبعدها زيده رحو المتمن G وش المرحلة إبتداء تاوه هي ميتين إذا وش نكتبه فرصاج جي ميتين وبعدها ونروح المتمن جي بي نحوص على الأشغولات عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة خمس أشغولات لازم لي نوقف خمس أشغولات إذا وش نكتبه F وإكس عشر وإكس عشر إشهدين تلاتيين ربعين خمس محققة إذا استقبلوا إكس مية في إكس ميتين في إكس عشر عشر تلاتيين ربعين خمسين وهنا تنميذ الأعزاء كمنا متمن الأمج لو كان جي كيس لك سؤال موظفة إكس ثلاثمية هي مرحلة توقف وش وظيفتها توقف النظام موظفة ثلثمية وواحدة هي تشغيل النظام موظفة ثلثمية واثنين هي مرحلة الإرغامات تحتوي على ثلث إرغامات وسمي له الإرغامات الثلاث إحنا كملنا مثال الرابع وروحوا المثال رقم خمسة في مثال رقم خمسة أعطى لنا جدول اختيار التكنولوجية أعطى نها ماتمان جي سي أعطى نها ماتمان جي بيان وعطى نها ماتمان جي اس فيه شفيه في تعاقب إذن تلميذي الأعزاء لا تتخلع مواله بنصر الطريقة إذن وش لازم نحوصه نحوصه على مرحلة تشغيل عادي وكما كنتم تلاحظوا إكس ميتين هي مرحلة تشغيل عادي هي مرحلة الابتدائية أول مرة شفتوا هذه الفكرة وهذه فكرة عادية جدا إذن إكس ميتين وش هي تشغيل عادي من بعد كي لقينا إكس ميتين هي تشغيل عادي وش معنتها نجيبوا الاستقباليات إذن إذن لأسفلها يوجد خلال واللي فوقها لا يوجد خلال إذن أول حاجة وش ندير تلميذي الأعزاء نحوصه على المحركات إذن هنا في المحركات كده عندي عندي محرك واحد عندي مرحلة حرارة فقط إذن وش ندير هذه الاستقباليات تحتها نكتبها إذن لا يوجد فرق الحملة في المحرك الأول ولا يوجد التوقيف الاستعجالي مع تشغيل إعادة التسليح كيتحقق هذا الشرط تنشط ميتين معنتها لا يوجد خلال وهنا في أسفل ميتين عكس تحق وش معنتها يوجد الخلال إذن وش نكتبه نكتبه إما وجود خلال في المحرك الأول في المحرك الأول أو توقيف الاستعجالي كيتحقق هذا الشرط تنشط ميتين وثلاثة وميتين واحد في آنين واحد ميتين واحد كيتب لك F-GC وميتين وثلاثة وش كيتب لك F-GP نكملها عادي بكل بسرط هيا نبدأ بميتين واحد فيها F-GC رحوا المتمن قيادة والتهية بما أنه مرحلة ابتدائية المتمن قيادة والتهية 100 إذن فرصة G-C 100 هاي ومتى يتحقق هذا الشر عند تحقق X-100 إذن وش تكتب X-100 بنفس الطريقة X-200 وثلاثة وش فيها F-GP إذن F-GP يوجد فيه أشغلة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن لازم ندير لازم ندير فرصة لكل أشغلة تنشط مراحل ابتدائية إذن F-GP من عشرة حتين ستين وش هي الاستقبالية هنا لازم تكون هذي كامل منشطة معنات من X-10 X-20 X-30 حتين X-60 تلميذ العزيز X-20 وش نسميها تشغيل عادي X-201 X-203 هي المراحل الإرغام هذه الإرغام للمتمن قيدة والتهيئة وهذه الإرغام المتمن جيبيا و204 و202 وش نسميهم مراحل انتظاء يكون فيهم النظام متوقف لماذا متوقف فرقز معين كتنشط 204 و202 في 1 معنات النظامي يبقى متوقف إلى غاية زوال خال إلى غاية اعتبار ويرمو بطنشط 20 وبه يشتغل إذا 202 و204 مراحل انتظاء وهنا يكون نظام متوقف هنا تلميذ الأعزاء كمنا مثال خمسة وروح آخر مثال اللي هو مثال رقم 6 تلميذ الأعزاء مثال أعطانا جنوى الاختيار التكنولوجية أعطانا 8 GS في سؤال أكمل متى من 3 GS GC GP نبدأ بالمثمن GS أول حاجة تلميذ الأعزاء نبحث عن مراحلة التشغيل العادي كما تلاحظ هي 202 فوقها لا يوجد خلال وأسفلها يوجد الخلال إذا بعدها نحوص على المراحلات لا تزامونية ولا نحوص على المراحلات الحرارية كما تلاحظ هنا كان مراحل حراري كان ثلاثة ما عندها في نظام الاتعي وشكين كانت محركات لا تزامونية إذا نمسح هذه ونكتب لكي تشتغل 102 لا يوجد خلال في المحركات لا يوجد في المحرك الأول ولا يوجد المحرك ثاني ولا يوجد في المحرك ثلاث ولا يوجد توقف السجل على هذه نقول منفيين مع تنشيط زر إعادة التسليح بعد ما كمال نتميذ الأعزاء تحت التشغيل العادي وش الاستقبالية هي عكس هذه وش معتها يوجد الخلال اما يوجد خلال في المحرك الأول أو يوجد خلال في المحرك الثاني أو يوجد خلال في المحرك ثلاث أو توقف الاستعجار كي تحقق هذا الشر ستنشط X200 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 يمكن توقف قيادة والتهيئة كي توقف متمن قيادة وش هي الاستقبالية هذه لازم تكون X1 محققة إذن X200 فيها F2 X200 بعد نحوص هذه المحلة يبدأ التاحة كي تحقق هذا الأمر هذي تولي تولي منشطة وهذه المرحلة الفارغة لما رقمها بما أن هذه رقمها 200 هذي ستكون 200 و 1 وبما أن فيها F2 P1 نحوص على الأشغولات إذن في المتمن إنتاج العادي وش عندي أشغول 1 و 2 و 3 و 4 إذن هنا وش نكتب F13 P2 10 20 30 40 وهنا كمنا متمن الأمن بعد ما كمنا متمن الأمن نروح المتمن قيادة والتهيئة كما كما تلاحظ المتمن قيادة والتهيئة مع طريق لش رقم هذه المرحلة بما أن هذي 104 هذي هذي هتكون 105 نكتب 105 بعدها نبدأ في الفرع الأول فرع الأول كي تضغط على Auto In تنشط 101 تهيئة النظام بعد كيف هي الاستقبال هنا وش نكتب Condition Initial شرط الابتداء محققة ولكن نعطينا مناولة هيكلية نخرج شرط الابتداء كما شفنا في الحصص الماضي نرحلة 103 103 التحذير الاستقبال التحوش هي نهاية أعمال تحذير بهذا الشكل 104 وش إصلاح جي بيان وش رح نحوس رح ونشوف المرحلة ابتداء للجي بيان الصيف إذن وش تكتب إصلاح جي بيان صيف بهذا الشكل وهنا إك الصيف هنا كمنا هالفرع الأول الفرع الثاني مني ما هنضير نمط يداوي 102 تشغل يداوي هنا وش ندير مني بار إذا هنو تكتب تلميذ الأعزة مني بار مع أن لازم نحرر لنرجع لحالة الابتدائية هذا بالنسبة المتمن جي سي من بعدها آخر حاجة تلميذ الأعزة متمن إنتاج لعادي رح الترقيم إذن هذه الأشغلة وش هي ترقيم تح بما أن هذه واحد وهذه ثلاثة وهذه ربعة هذي هتكون رقم ثنين رح لي بعد هذه مرحلة الانتظاء كما عرفنا هذه مرحلة الانتظاء من جاية من أشغلة ثنين لما رايح الأشغلة واحد إذن ترقيم تح وش من ثنين اذهب إلى واحد بهذا الشكل بعد تلميذ الإعزة بعد ما كمل هذا ونشوف الاستقبالية هذي اللي جاية تحت الأشغلة واحد بما أن أشغلة واحد تقديم القارورات إذا الاستقبال التحوشية نهاية تقديم القارورات رح لبعدها كما تلاحظون هنا نهاية الغلق مع أن أشغلة ثلاثة وش واسمها غلق القارورات وآخر حاجة كما تلاحظون هذه أشغلة ربعة هي فرج القارورات إذا الاستقبالية تحوشية نكتبه مع بعض نهاية الفرج وهنا التناميذ الأعزاء وصلنا نهاية الحصة مبقى لينقوكم غير سلام شكرا